يعيش الآن في بلاد الكفر هو دخل الآن بعهد بأمان فلابد أن يفي للكفار بهذا العهد إذا أراد أن ينقذ العهد يعلن لهم صريحاً يقول أنا لا عهد بيني وبينك أما يغشهم في الظاهر أنه يقول أنا معكم على الأهد وفي الباطن يبدأ بالتفجير بالتخريب هذا ليس من الإسلام إذا أراد أن يجب أن ينقذ العهد أنه يتحرك وإنقاذ العهد بينهم كما أن يتحرك وإنقاذ وإنحاول أن يتحرك الناس وأن هذا يتحرك في الإسلام